فكرة الصناعة والتصدير ورئيس السيس تحدث عن الصناعة والتصدير للخارج أكثر من مرة وفكرة توطين الصناعة المحلية ونفاذ حضرتك من خلال الشركة والتصنيع في الداخل المصري بمنتجات محلية عربية وتصدير وتنافس الخارج يعني حتى ما فيش مشرف من قبلنا هم منفكرها لأنه مشرف بس لنستفيد ولا ننصق زويا بس المصنع كامل هو أنا تشرفت بافتتاحه وتصورت مع العمال وكانت من أجمل لحظات حياتي وأنا مع جميع العمال في المصنع من أبناء المصريين نعم دائما كانت هناك نقطة فكرة تطبيق معهير الجودة والاعتماد وكيف أن المنتج المحلي العربي سواء مصري أو غير مصري منتج قوي ينافس ولكن غير قادر على المنافسة مع المنتجات الأخرى من دول أجنبية أخرى كيف حللتم هذه المشكلة؟ هذا يمكن هذا هو السبب اللي إحنا استطعنا ولم تستطع شركات أخرى أن تقوم بذلك إنه إحنا أصلا شركة عالمية كما قلت معروفة إنها أكبر شركة في الدنيا في مجالات أخرى مثل الملكية الفكرية فبالتالي اسمنا ومصداقيتنا وجودتنا معروفة فإحنا مش عم نيجي نقول هذا منتج جديد اسم جديد هذا اسم عالمي يعرفه العالم كله فهذا أضاف قيمة إلى الاسم المحلي العظيم اللي هو للهيئة العربية للتصنيع فدمج الاسمان حل المشكلة